قبل الآن يبتدي لابد انه نقوم بتثبيت بايثون على الكمبيوتر الخاص فيك في اي كمبيوتر وفي اي نظام تجغيل طبعا سواء كنت ويندوز ماك او لينكس الآن مجرد الدخول الى غوغسج تكتب بايثون في اول نتيجة راح يبحثك على الموقع الخاص في بايثون ثم على ذلك تنزل للأسفر راح تجد عندك داولود الآن النسخة 3.8.1 راح تضغط عليها بهذا الشكل راح ينقلك على عملية التحميل في الاسفل طبعا راح تجد عندك الفائز ملفات هنا انظمة التشغيل هنا نوع الملفات طبعا تبع النظام التشغيل موجود عندك الوبرايشن سيستنج اسم عملية التحميل فمن هذا الان عندي الان ويندوز ابدو بعملية التحميل على اساس يكون عندك انستايله بعد اكمال عملية التحميل ابدو بعملية التنصيب بشكل مباشر فخلينا اذهب الى هنا الى ايش اظهار قفة التنزيلات هذه هي لغة بايثون ابدو بعملية فتحة الان راح يقل لك عملية تثبيت بايثون نسخة 3.8.1 احتفظ في الاعدادات الافتراضي حتى ما تصدر عندك اي مشاكل فاقل اوكي قم بعملية التثبيت تنتظر الى حين اتمام عملية تثبيت لغة بايثون الان بعد اتمام عملية التثبيت بنجاح تذهب لي على الابليكيشن مالتك راح تجد عندك 3 ابليكيشن تم اضافتها فتفتح لي بايثون حتى نتأكد من يكون شي عندك تمام فانكتب print اعمل لأي شي طبعا على الاساس يكون عندك setting ثم عندك hello world ثم enter فلا اذا تمت طباعة hello world فكل شي عندك الان تمام